موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا مادة رياضيات للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول يلا بينا مع بعض تنظيم البيانات في تمثيل بياني تمثيل بياني بالصور وتمثيل بياني بالأعمدة يلا بينا زي ما احنا متعودين يا ولاد ركن الرياضيات في الأول هنبدأ أول حاجة ناخد ايه؟ أيام الأسبوع يلا فكرني أيام الأسبوع كام؟ سبعة أيام بتبدأ بيوم السبت الأحد الاثنين السلساء الأربعاء والخميس وأخرهم ايه؟ الجمعة طب النهار دا يا ترى يوم ايه؟ النهار دا يوم السلساء يلا نشوف عندنا ايه كمان في ركن الرياضيات طبعا معنا التقويم الهجري التقويم الهجري يلا بينا نشوف أشهر السنة الهجرية محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمد أول جمد ثاني رجب شعبا رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة تمام يبقى أنا دلوقتي عندي كم شهر؟ إثنى عشر شهرا يطرحنا في شهر ايه؟ سنة أولى؟ شهر صفر برافو عليك عندنا ايه كمان التقويم الميلادي إثنى عشر شهرا في السنة الميلادية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر وآخرهم ديسمبر ها إحنا في شهر ايه يا أولاد؟ إحنا في شهر أكتوبر برافو عليكم طيب يلا نشوف شهر أكتوبر قدامناه بيتكون من 31 يوما إحنا النهار ده كم أكتوبر؟ آه النهار ده التاسع عشر من أكتوبر عام 2021 ميلاديا يلا بينا مع بعضا حبيبي في مخطط المائة وعشرون وإحنا خدنا المخطط ده قبل كده وعارفين إنه هو إيه؟ عبارة عن جدول وفيه الأعداد مرتبة من واحد لمائة وإيه؟ مائة وعشرون بس لازم نبتجي من تحت من جهة إيه؟ اليسار يا طرح نجد كم يوم المدرسة يا سنة أولى؟ جد عشرون يوما أضع دائرة يلا بينا نمثل العشرون يوما دول في حويات الأعداد عندي حويات الأعداد كام؟ أحد وعشرات ومئات أحد عشرات مئات يلا بينا مع بعض نشوفهم أحد عشرات مئات هنحط إيه يا أولاد؟ يلا حنضع يا أولاد كم حزمة في خانة العشرات حزمتان عشان عشرون يوما هنمثل إيه الحزمة الأولى وإيه الحزمة إيه؟ الثانية كل منهما مكون من عشرة بعد كده عندنا إيه؟ إطار العشر خانات يلا بينا مع بعض نشوف الإطار بتاعنا كده يلا بينا مع بعض يا سنة أولى نعد يلا بينا ها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة عشرة بروفو عليك ها يلا بينا نكمل ما تنسيش إن إحنا جينا عشرون يوما ها أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر سمانية عشر تسعة عشر وفي الآخر في إيه؟ العشرون جيما عدنا مع الساعة يلا بصوا قدامك كده العقربين العقرب الصغير يشير إلى الساعات والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق الصغير يشير إلى التاسعة والكبير على السانية وعشر يبقى التاسعة بالضبط يلا بينا حبيبي مع سؤال التهيئة يطرى بيقول لي إيه؟ أجب آه يلا بينا نكرأ كده مع بعض كم تلميزا في الفصل؟ ها يطرى كم تلميزا في الفصل؟ كم؟ يلا فكر معايا آه في حدود كده سنقولها أربعونة تلميزا في حدود إيه؟ أربعونة تلميزا سؤال يا أولاد من اكتشف بيقول لي تمثيل البياني المصور التمثيل البياني المصور يعني إيه؟ أنا عندي مجموعة من البيانات هبدأ أسجلها يا أولاد بس بإيه؟ بالصور سعى نشوف مع بعض كده بيقول لي أكمل عندي أهو جدول في مجموعة من الألعاب اللي إحنا بنلعبها الألعاب اللي معايا كرة القدم كرة التنس كرة الشاطئ كرة سلة يلا نشوف صورهم كده مع بعض أدي كرة القدم كرة التنس كرة الشاطئ كرة السلة برافو يا أولاد طيب عندي كم واحدة كرة قدم؟ عد معايا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة حكتب جنبيها خمسة عشان منساش كرة التنس واحد إثنان ثلاثة أربعة هكتب أربعة ها كرة الشاطئ واحد إثنان هكتب أثنان عد معايا كرة السلة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هكتب سبعة يلا بينا كده سنقولها مع بعض من خلال التمثيل اللي قدامي يلا بينا مع بعض نشوف الأسئلة اللي عندي بيقول لي أجب ها يا طاري طالب مني طارب مني اللي انا اقرأ السؤال وجاوب عليه من الجدول اللي قدامي ها بيقول لي ما عدد كرات القدم يلا بينا احنا جبنا قبل كده عدد كرات القدم وقلنا هو كام ها من خلال التمثيل اللي قدامك ده خمسة برافو عليك يبقى عندي خمس كرات يلا بينا نقرأ السؤال الثاني بعدد كرات التنس كرة التنس جبناها كام الشطر اللي يقول لي ومركز يلا في التمثيل اللي قدامي ها أربع كرات برافو عليك يلا السؤال الوراء بيقول لي ما عدد كرة الشاطئ ها بينين قدامي يا سنة أولى ها إسنان برافو عليك أكتب الإجابة إسنان ما عدد كرة السلة ها كرة السلة فين ركز معايا كرة السلة سبع كرات وبكده يا سنة أولى يبقى احنا حلينا السؤال التمثيل البياني من خلال الجدول اللي قدامي طيب يا أولاد من نفس التمثيل البياني اللي احنا اشتغلنا عليه ده هنشوف سؤال آخر بيقول لي ارسم الرمز الصحيح أكبر من أو أصغر من أو يساوي يا طرع عدد كرة السلة أكبر ولا عدد كرة الشاطئ اطلع فوق بسرعة وشوف عدد كرة السلة كام يا أولاد سبعة طب وعدد كرة الشاطئ ها إسنان يبقى مين الأكبر برافو السبعة أكبر يبقى عدد كرة السلة هي إيه السبعة أكبر من الإسنان برافو عليك شوف السؤال اللي بعده بيقول لي عدد كرة التنس ولا عدد كرة السلة تعال نشوف بسرعة كرة التنس كام أربعة طب وكرة السلة سبعة مين الأكبر يا أولاد السبعة هي الكبيرة يبقى عدد كرة التنس أصغر من عدد كرة السلة برافو عليك آخر واحدة معي عدد كرة القدم وعدد كرة السلة آآ كرة القدم كام برافو خمسة وكرة السلة إحنا عارفين إنها سبعة يبقى عدد كرة القدم أصغر من عدد كرة السلة برافو يا أولاد يلا بينا حبيبي في التمثيل البياني بالأعمدة زي ما شوفنا قبل كده وعرفنا إن التمثيل البياني ممكن يجيلي بالسور زي ما شوفنا في التمثيل السابق اللي هو بتاع الكراب وممكن يكون بالأعمدة ها يلا بينا كده نشوف هو جايب لي إيه وهنعمل إيه بيقول لي ظلل حسب العدد ها يا درع عندي إيه آآ أنا عندي كم ولد يا سنة أولى عندي سلاسة يلا عد معي كده واحد اثنان سلاسة ها وعندي كم بنوتة ها واحد اثنان سلاسة أربعة ها يا درع هعمل إيه طالب مني يا سنة أولى إلا أنا أظلل عدد الولاد وأظلل عدد البنات احنا قلنا ده تمثيل بياني بإيه بالأعمدة يلا بينا احنا اتفقنا إن عدد الولاد كام سلاسة يبقى أظلل معي كده يلا سلاسة إيه سلاسة مستطيلات همشي في نفس العمود واحد اثنان سلاسة يبقى أنا ظللت إيه سلاس خانات زي بنفس عدد إيه الأولاد طب يلا نشوف البنات كده احنا قلنا كامل بنات أربعة يبقى هنظلل كام خانة يميس أجي واحد أجي إثنان أجي سلاسة أجي أربعة وكده يا أولادي بقى أخدنا التمثيل البياني بالأعمدة جمعدنا مع سؤال المتفوقين بيقولك لاحظ الصور ثم أكمل الرسم البياني عندي مجموعة من الأولاد ومجموعة من البنات وعندي الجدول بتاعي مقسم إلى ولد وبنت شوف كم ولد وظلل العمود بتاعه وشوف كم بنت وظلل العمود بتاعها يلا فكر بسرعة وحستنى إجابتك في التعليقات يلا بينا مع بعض يا سنقولة بيقولي استخدم التمثيل البياني بالأعمدة للإجابة عن الأسئلة هاي زي ما احنا شايفين كده الرسمة أنا عندي شبكة تربعية برسم عليها التمثيل البياني اللي هو إيه محور رأسي ومحور إيه ومحور أفقي برافو عليك المحور الرأسي ده بيمثل لي سنأولى أي عدد سواء عدد تلاميس سواء عدد تفاحات سواء عدد تلاميس أي حاجة أي عدد بيتكتب لي على المحور إيه الرأسي محور الرأسي اللي هو إيه العمود اللي قدامي ده طبعا عندي محور تاني اللي هو المحور الأفقي اللي أنا شايفاه ماشي على السطر ده ده بنكتب فيه إيه البيانات أو بنكتب فيه الألوان أو بنكتب فيه إيه أسماء التلاميذ أو أي بيانات ممكن اللي أنا أكتبها فيه طيب يلا بينا مع بعض طبعا أنا عندي المحور الرأسي والمحور الأفقي بيتقابله في إيه بيتقابله في نقطة واحدة اللي هي نقطة إيه السفر يلا بينا كده على الشبكة التربعية بتاعتي هنرقم من سفر واحد اسنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية برافو عليك يبقى زي ما اتفقنا للمحور الرأسي هو اللي بنكتب عليه ايه الأرقام أو بنكتب عليه ايه الأعداد اللي عندي يلا بينا كده المحور الأفقي اه احنا قلنا بيبقى عليه بيانات ايه يا البيانات يا ميس اللي هي الألوان اللي عندي أحمر الأزرق الأسود الأصفر طيب يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه في التمثيل ده يا سنة أولى الأحمر يا ترى كام امشي معايا كده في العمود بتاعه واطلع فوق هتلاقي الأحمر وقف عند ايه عند العدد خمسة طيب الأزرق ها الشاطر اللي يركز معايا برافو الشاطر لحد ايه لحد الأربعة عدى أربع مربعات وفي نهاية الأربع الأسود ها واحد اثنين ثلاثة أربع يبقى برضو أربع مربعات يبقى الأسود أربع ها الأصفر ها الأصفر واحدة أو واحد بس لأنه طلع ايه طلع مربعايا واحدة بس يلا بينا معا بعد يا سنة أولى بيقولي أكمل العدد من خلال التمثيل البياني الصيبة ها نقدر نحن نشوف كل اللون بيسوي كام ها اللون الأحمر كان كام معايا خمسة طب الأزرق أربع طب الأصفر واحد طب اللون الأسود أخيرا أربع يلا معا بعد بيقولي أرسم الرمزة الصحيح أكبر من أو أصغر أو يساوي برافو عليك وإحنا خدنا الرمز دي قبل كده وعارفيني إن السمكة بتحب تأكل العدد الكبير وبتفتح بقا عنده طيب يلا بينا من خلال التمثيل البياني بالأعمدة السابق ها بيقولي الأصفر عايز أعمل مقارنة بين الأصفر والأزرق يا كلا الأصفر كان كام مين اللي فاكر معايا الأصفر كان واحد برافو عليك طلعت مربعة واحدة يبقى الأصفر كان ايه واحد طب الأزرق كان كام الأزرق كان أربعة شاطر يا سنقول أمركز يبقى هنضع إيه الإشارة بتاعتي الأصفر أصغر من الأزرق ليه لأن الأصفر واحد والأزرق كان أربعة بيقولي أرسم دائرة حول اللون الذي يساوي اللون الأسود ها فاكرين يا ولاد لسا قلت لكم من شوية كان في لون مساوي للون الأسود لونين كانوا أد بعض بالظبط افتكر معايا كان لون ايه ها الأصفر ولا الأحمر ولا الأزرق الأصفر يا ميس كان واحد والأحمر كان خمسة والأزرق كان أربعة زي يمين زي الأسود يبقى مين اللي بيساوي مين الأسود يساوي الأزرق برافو عليكم يا ولاد وبكده يا ولاد يكون انتهى الفيديو بتاعنا ويارب يكون عدبكم واشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا